الثمينة سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية مواجهة بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة بوسطة مصرية قطرية أمريكية تم تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يوما إضافيا حتى الجمعة فيما كانت هدنة من ستة أيام شرفت على الانتهاء يأتي هذا في الوقت الذي أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنجاحها في تسهيل إطلاق صراح ونقل ستة عشر محتجزا في غزة وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إطلاق صراح ثلاثين فلسطينيا من السجون الإسرائيلية في سادس عملية إفراج من نوعها بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضي ومن المقرر أن يلتقي بلينكين عددا من المسؤولين الإسرائيليين في مقدمتهم الرئيس إسحاك هارتسوغ ورئيس الوزراء من يمين نتانياهو كما سيتوجه الوزير الأمريكي إلى الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رمالة استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عفر العسكري في بلدة بيتونيا غرب رمالة وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن عفر العسكري في بلدة بيتونيا وصولا إلى دور المدارس وسط البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض الملكي أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدا وجوديا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأوضح الملكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة خاصة بعد تدمير مقارات الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات مشددا على ضرورة التحرك الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي في غزة يعاني من شلل بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم أنه لا يزال 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة يعمل بكامل طاقته مشيرا إلى أن هذه المستشفيات مقتضى بالكامل وأضاف أدهانوم أنه في شمال غزة لا تدال ثلاثة مستشفيات فقط من أصل 25 تعمل وأنه تم تقلص الرعاية هناك إلى أدنى مستوى بدأت فعليات مؤتمر الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ في هذا العام كوب 28 في دبي وتستمر عمل المؤتمر حتى الثاني عشر من ديسمبر القادم وهو الثامن والعشرون لزعماء العالم لمواجهة ظاهرات الاحتباس الحرارية منذ نعقاض مؤتمر الأطراف الأول في عام 1995 في العاصمة الألمانية برلين توفي وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هينري كاسنجر عن عمر مائة عام حسب ما أفادت المؤسسة الاستشارية التابعة للدبلوماسي الراحل في بيانها وكان كاسنجر وزيرا للخارجية في عهدي الرئيسين نيكسون وفورد وأدى دورا دبلوماسيا محوريا في وقف إطلاق النار خلال حرب أكتوبر عام 1973 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر